السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة تعلم والسفد مرحبا بكم في دراسة النص الوظيفي رحلة في الفضاء إذن طبعا نبدأ كالعادة بألاحظ وأتوقع إذن انطلاقا من ملاحظة الصورة وقراءة العنوان أتوقع الشعور الذي يمكن أن يحس به شخص وهو في الفضاء إذن لاحظوا معي هذه الصورة نلاحظ فيها رجلا فضائيا وهو يسبح في الفضاء مرتديا هذا الزي الذي يظهر أمامكم وطبعا فالشخص عندما يكون في الفضاء أو يصعد إلى الفضاء فهو طبعا سيحس بالفخر سيحس بالفرحة سيحس بالارتياح بالنشوة وما إلى ذلك وفي نفس الوقت لا بد أن يحس بالرهبة بالخوف بالفزع بالتوجس إلى غير ذلك من الأحاسيس إذن عموما يمكن أن نقول أتوقع أن الشخص عندما يكون في الفضاء يمكن أن يشعر بأحاسيس تختلط فيها الرهبة والخوف والفزع بالارتياح والاطمئنان والنشوة وما إلى ذلك إذن قبل أن ننجز الأنشطة المتعلقة بهذا النص نقرأه أولا تابعوا معي رحلة في الفضاء إن الشعور رائع والإحساس غريب ذلك الذي تحسه عندما تهدر المحركات هديرا عاليا وتندفع أنت إلى الفضاء إلى عالم لم تعشه أبدا إلا داخل الكتب والروايات أو الأشرطة الوثائقية وأفلام الخيال العلمي شعور يمتزج فيه الخوف بالارتياح والفزع بالنشوة والراحة بالعناء لقد راودني حلم مغادرة الأرض منذ الصبا كنت خلال فترات متفرقة حين أخل إلى نفسي أتخيل أني أخترق الأجواء مشتاقا إلى عالم أتصور شكله من بعيد تارة يبدلي واسعا فسيحا فأشعر بالغبطة وتارة أراه عالما ضيقا فأشعر بالاختناقي حتى إنني كنت أنهض فزعا أبحث عن فضاء أوسع ومكان أرهب ومع هذا كان حلم الصفر إلى الفضاء لا يفارقني أذكر أني كنت دائما أجيب عن السؤال المعتاد لأساتذتي في مختلف المراحل التعليمية ما المهنة التي تحلم بها بأني أرغب رغبة شديدة في أن أصبح رائد فضاء وكان هذا يثير إعجاب زملاء الذين يستغربون من ارتباط القوي بهذه المهنة المفترضة وحين كبرت كبر حلمي وتحقق لقد تمرنت حقا على عملية الانطلاق إلى الفضاء في المختبرات الأرضية وكنت مستعدا للقيام بالرحلة الحقيقية بعد أن عشت فترات طويلة بين أحضان رحلة معلقة لكن شتان بين التدريب والممارسة وهناك شيء ما يختلف في الانتقال لذلك شعرت خلال الدقائق الأولى بشيء غريب ولا شك في أن المنظر الأول الذي شاهدته من نافذة المركبة أقرب إلى الحلم منه إلى الحقيقة الأرض تحتي والصاروخ يدفعني إلى الفضاء إنه منظر خلاب كاد ينسين ما علي من واجبات وتغيب الشمس وراء الأفق بسرعة ولكن الحزام البرتقالي يبقى ثم يخف وهجه شيئا فشيئا وتزداد السماء حلكة وظلاما وتترى ألي في الأفق خطوط زرقاء ظاهرة يا له من مشهد لا يتكرر التقاء الضوء والظلام في ساعات الليل كنت أشاهد ومضى البرق ينير أحشاء الغيوم المتكتلة وكانت الأنوار على الأرض تتراقص أمام عيني متلاعبة في حين أن أنوار الكواكب هادئة في إشعاعها ولكن ويا للأسف لم أستطع أن أشاهد أي معالم على صفحة القمر إنها الأرض تبدو أكثر سوادا من السماء خط واضح في الفضاء يفصل بين السوادين وأخيرا دنت ساعة العودة لن أنسى أبدا تلك اللحظة التي فاضت فيها مشاعري وددت لو توقف الزمان عندها لأستمتع بمشهد نادر يا لها من رحلة ممتعة جدا ومع ذلك كنت لا أستطيع أن أحبس شعور الراغبة في العودة إلى الأرض لأنها أمنا ووطننا إذن هذا هو النص نمر الآن لإنجاز الأنشطة المتعلقة به نبدأ بأفهم النص أغني رصيدي إذن أحدد معنى كلمة خفيف في كل جملة بوصلها بما يناسب إذن لدينا خفيف الوهج خفيف الوزن خفيف الروح ثم ضريف ومرح باهت الضوء قليل الوزن إذن قليل الوزن فطبعا فمرادفها هو خفيف الوزن ذو وزن خفيف إذن سنصلها معها ثم أيضا خفيف الوهج إذن الوهج هو الضوء ضوء خفيف الوهج أي باهت الضوء إذن سنصلها معها ثم خفيف الروح أي مارح وضريف ذو حس فكاهي بشوش إلى غير ذلك إذن سنصلها معها ثم ثانيا لدينا انطلاقا من النص أحدد معنى المفردات الآتية إذن لدينا حلكة ولدينا تتراقص ولدينا تتراء إذن سنعود للنص لنحدد معناها انطلاقا من الصياق الذي وردت فيه إذن حلكة وردت هنا وتزداد السماء حلكة وظلاما إذن تزداد السماء حلكة أي تزداد السماء سوادا ويشتد سواد الظلام ظلام الليل إذن الحلكة هي شدة سواد الليل نقول ضلام دامس أو ضلام حالك إذن حلكة قلنا شدة سواد الليل ثم لدينا تتراقص إذن تتراقص وردت هنا وكانت الأنوار على الأرض تتراقص أمام عيني متلاعبة إذن تتراقص أي تتحرك كالطيف أي كالظل تتحرك كالظل ثم تتراء إذن تتراء لي في الأفق خطوط زرقاء ظاهرة تتراء لي أي تظهر لي وتبدو لي في الأفق خطوط زرقاء ظاهرة إذن قلنا الحلكة هي شدة سواد الليل إذن شدة سوادي الليل ثم تتراقص تتراقص أي تتحرك كالطيف أو كالظل إذن تتحرك كالطيف ثم تتراء تتراء لي أي تظهر وتبدو وتبدو نمر الآن لأفهم وأحلل إذن اختلف شعور الكاتب في صباه وكبره بخصوص الرحلة الفضائية إذن أعيد قراءة النص لأستخرج ما أكمل به الجدول إذن سنستخرج ما يتعلق بشعور الصباه بخصوص الرحلة الفضائية وكذلك شعور الكباري بخصوص الرحلة الفضائية أيضا إذن سنعود للنص ونستخرج ذلك من النص إذن بالعودة للنص في الفقرة الثانية نجد لقد راودني حلم مغادرة الأرض منذ الصبع كنت خلال فترات متفرقة أخلو إلى نفسي أتخيل أني أخترق الأجواء مشتاقا إلى عالم أتصور شكله من بعيد تارة يبدلي واسعا فسيحا فأشعر بالغبطة إذن هذا شعور الكاتب في صغره إذن كان يشعر بالغبطة إذن يشعر بالغبطة متى؟ عندما يبدله العالم واسعا فسيحا ثم وتارة أراه عالما ضيقا فأشعر بالاختناق إذن الشعور بالاختناق عندما يرى العالم ضيقا أو عندما يرى العالم أو الفضاء عندما يرى الفضاء عالما ضيقا حتى أني كنت أنهض فزعا أبحث عن فضاء أوسع إذن الرغبة في فضاء أوسع ومكان أرهب ومع هذا كان حلم الصفر إلى الفضاء لا يفارقني إذن سنكتفي بهذا بخصوص شعور الصبا وسنبحث عن شعوره عندما كبر إذن عندما كبر وتحقق الحلم نجد في النص هناك شيء ما يختلف في الانتقال لذلك شعرت خلال الدقائق الأولى بشيء غريب إذن الشعور خلال الدقائق الأولى لانطلاق الرحلة بشعور غريب ولا شك أن المنظر الأول الذي شاهدته من نافذة المركبة أقرب إلى الحلم منه إلى الحقيقة إذن أيضا هذا الشعور ثم أيضا في نهاية النص نجد لن أنسى أبدا تلك الرحلة التي فاضت فيها مشاعري وددت لو توقف الزمان عندها لإستمتع بمشهد نادر إذن الرغبة في أن يتوقف الزمان ليستمتع بهذا المشهد النادر والذي نال إعجابه خاصة بعد قوله يا لها من رحلة ممتعة إذن الإحساس بكونها رحلة ممتعة ومع ذلك كنت لا أستطيع أن أحبس شعوري الراغب في العودة إلى الأرض أيضا الشعور بالرغبة في العودة إلى الأرض إذن عموما يمكن أن نقول أن شعور الصبا من خلال النص هو الشعور بالغبطة عندما كان يرى الفضاء عالما واسعا فسيحا أيضا الشعور بالاختناق عندما يرى الفضاء عالما ضيقا أما شعوره في الكبر فهو الشعور خلال الدقائق الأولى بعد انطلاق الرحلة بشعور غريب ثم الشعور بالرغبة في توقف الزمان للاستمتاع بمشهد نادر والإعجاب بالرحلة ثم ثانيا لدينا أقرأ النص وأتوقف عند العبارة التي تدل على أن الكاتب حقق حلم الصفر إلى الفضاء إذن بعودتنا إلى النص نجد هذه العبارة وحين كبرت كبر حلمي إذن هذه تدل على أنه حقق حلم الصفر كبر حلمي وتحقق كبر حلمي وتحقق ثم أيضا والصاروخ يدفعني إلى الفضاء هذه أيضا تدل على أنه حقق حلمه إذن سنسجل هذه العبارة هنا إذن قلنا وحين كبرت كبر حلمي وتحقق وأيضا العبارة التي قلنا قبل قليل والصاروخ يدفعني نحو الفضاء أيضا تدل على أنه حقق حلم الصفر إلى الفضاء ثالثا أكمل الخطاطة لعرض أوصاف مناسبة للمراحل التي قطعها الكاتب ليصبح رائد فضاء إذن المراحل إذن حلم مغادرة الأرض نحو الفضاء إذن هذا متعلق بحلمه في الصبا إذن أوصى وصفها إذن الخلو إلى النفس إذن الكاتب قال أنه كان يخلو إلى نفسه ثم التخيل كان يتخيل ويحلم الاشتياق إذن الاشتياق أيضا الغبطة عندما كان يرى العالم واسعا فسيحا الاختناق عندما كان يرى العالم ضيقا وما إلى ذلك ثم حصول الرغبة في تحقيق الحلم إذن ما يدل عليها هو الرغبة الشديدة هذه الرغبة سنصفها بأنها رغبة شديدة لارتباط القوي بهذه المهنة كبر الحلم أيضا وتحققه ثم التمر على الانطلاق إلى الفضاء إذن يتجل فيها الاستعداد العيش لفترات طويلة بين أحضان رحلة معلقة إلى غير ذلك وأخيرا الانطلاق الحقيقي للفضاء إذن وصفها الإحساس بشعور غريب رؤية ومد البرق الأنوار تتراقص وما إلى ذلك من الأوصاف رابعا انطلاقا من فهمي للنص أتفحص صحة توقعاتي وأناقشها مع أصدقائي وصديقاتي إذن التوقعات مرتبطة بمرحلة الملاحظة والتوقع في بداية النص حول إحساس الشخص عندما يكون في الفضاء هل كان توقعك سليما أم جانب الصواب نمر الآن لأركب وأقوم إذن أقترح عنوانا آخر للنص إذن هذا النص كما رأينا الكاتب كان يحلم منذ الصباب أن يصير رائد فضاء وبالفعل تحقق حلمه لذلك يمكن أن نعنونا النص بحلم الصفر إلى الفضاء أو حلم الصبا يتحقق هذا عنوان آخر ثانيا أبني فقرة أصف فيها منظر الأرض من الفضاء إذن يمكن أن نبني فقرة كهذه هذا نموذر مثلا سنقول من خلال إذن سنصف فيها منظر الأرض من الفضاء إذن من خلال الصور التي التقطت لكوكب الأرض من الفضاء تظهر أشبه بكرة زرقاء تشير إلى الماء إذن صورة الأرض من الفضاء فالصور التي التقطت تظهر فيها الأرض أشبه بكرة زرقاء وهذا اللون الأزرق فيها فهو يشير إلى الماء إلى الماء الذي يغطي معظم مساحة الأرض إذن مساحة المحيطة والبحار فهي أكبر من مساحة اليابسة بكثير ولذلك فهذه الصور يغلب عليها اللون الأزرق الذي يشير إلى الماء الذي يغطي معظم مساحة الأرض وتبدو فيها أجزاء بيضاء أيضا فالأرض من الفضاء تبدو فيها أجزاء بيضاء وهي الغيوم إذن هذه الأجزاء البيضاء فهي تشير إلى الغيوم وأخرى بنية اللون تمثل التضاريس وأيضا أجزاء بنية تمثل التضاريس من جبال وهضاب وتلال وما إلى ذلك وكذا وجود أجزاء بيضاء وهي الثلوج أيضا تظهر أجزاء ذات لون أبيض في إشارة إلى الثلوج التي توجد على مساحات كبيرة في الأرض وأخيرا لدينا أبدي رأيي في طموح الكاتب وتمسكه به إذن ما رأيك في هذا الطموح طموحه بأن يصير رائد فضاء دفاعه من أجل تحقيق هذا الطموح وعمله المستمر وما إلى ذلك إذن طبعا سنقول على أنه طموح مشروع من حقه أن يحلم بهذا الطموح وأن يحققه وأن يصل إلى ما يريد الوصول إليه لذلك يمكن أن نعبر عن رأينا كما يليه إذن سنقول من حق الكاتب أن يطمح إلى تحقيق حلم طفولته وقد نال إعجاب ارتباطه القوي بذلك وعمله المستمر لتحقيقه حيث أبان عن رغبة شديدة وعزيمة قوية إذن هذا كل ما يتعلق بهذا النص شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء شكرا لكم على المتابعة